مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب عنوان حلقة اليوم هو هل قصة سدوم وعمورة مأخوذة من الأساطير الإغريقية وهذا العنوان هو للرد على اتهام الدكتورة وفاء سلطان بأن قصة سدوم وعمورة منهوبة ومسروقة من أسطورة إغريقية نهاردة هتكلم عن هذا الموضوع وهتكلم عنه من الناحية الأكاديمية من ناحية البحث العلمي وهأقدم كل الأدلة التي تؤكد على أن الكتاب المقدس لم يسرق هذه الأسطورة بل بالعكس عندي بس كام تعليق في البداية قبل ما أقول لحضراتكم ووري حضراتكم الكلام اللي كتبته الدكتورة وفاء بخصوص هذا الأمر أول حاجة نحن نرحب بكل ناقد أكاديمي يحترم العقل والمنطق كتاب المقدس موضوع نقد لمئات السنين ولا يمكننا أبدا أن نوقف أي نقد للكتاب المقدس كل اللي احنا بنعمله نحن نرد لو هناك رد أكاديمي منطقي بنقدمه وكثير من النقاد قدموا نقدهم وأبحاثهم وقدموها بطريقة منطقية وطريقة عقلية فنحن لسنا ضد نقد الكتاب المقدس نهائي وزي ما الكتاب المقدس بينتقد لنا أيضا الحق في أن نرد من واجبنا بل من مسؤوليتنا كمؤمنين أن نحن نجيب على كل اتهام يوجه لكلمة الله ده منطقي جدا موقف الدكتورة وفاء سلطان من الإيمان المسيحي أنا بعتبره موقف شخصي بمعنى أنه مش عداء شخصي لا موقف شخصي ولها مطلق الحرية في ذلك هي حرة تقبل المسيح أو ترفض المسيح لا أحد يستطيع أن يجبر أحد على الإيمان ولا أحد يستطيع أنه يعني يجبر إنسان أنه يقبل معتقد معين وعش كده هي حرة تقبل المسيح شيء رائع ترفض المسيح ده قرارها شخصي ولا يستطيع أحد أن يحاكمها على عدم إيمانها بالمسيح هذا الأمر متروك ليها والمسيح متروك للرب وحده وليس لنا كبشر حاجة ثالثة حلقة اليوم هي رد مباشر على جزئية معينة وهي أنها قالت أن قصة سادوم وعمورة مسروقة من الأسطورة اليونانية أو الإغرقية فايليمون وبوسيس وده ده تخصصي أنا معايا بيتش دي في العهد الأديم وبالتالي أستطيع أن أقدم رداً على هذه التهمة التي أعتبرها إدعاء ليس له سند فهل هذا الإدعاء صحيح وهل يوجد من يؤيده من علماء مش مسيحيين أنا بتكلم على علماء متخصصين في الكلاسيكيات اليونانية القديمة كتابات اليونانية القديمة فلسفة اليونان القدماء هل يؤيده هل يوجد من يؤيد هذا الإدعاء بأن سدوم وعمورة مسروقة من أسطورة إغرقية هذه الجزئية هي موضوع حلقة اليوم ولا أتكلم عنها بالتفصيل طيب نشوف اللي قالته الدكتورة وفاء سلطان دكتورة وفاء سلطان أنا هحط كل البوست بتاعها قدام حضراتكم وهأرى لكي ما أكون أيضا منصف ولكي أقدم كل ما قالته بخصوص هذا الأمر بتقول إيه؟ بتقول ماذا لو بقى العالم ملتزما بأساطير الأولين؟ لقد سرقتها الأديان ثم شوهتها كنت ولم أزل وسأبقى مصحورة بالحكمة التي تحملها الأساطير الإغريقية ولكل من الحق أن يستخرج منها ما يرى حق طبيعي فالحكمة التي تنتوي عليها أي أسطورة ليست منقوشة في الصخر لكنها تختلف باختلاف ذهن القارئ لها لذلك قد أستخلص من أسطورة بوسيس وفايليمون ما لم يستخرجه أحد غيري تقول الأسطورة بوسيس وفايليمون زوجان عجوزان يعيشان في كوخ مهتري في قرية تدعى تيانا من بلاد الأناظول تركيا اليوم لم يكن في ذلك الكوخ سيد والعبد بل كان كل منهما يمارس عمله بلا سيادة وبلا عبودية في يوم من الأيام تنكر الإلهان زيوس وهيرمز بلباس فلاحين وراح يدقان باب كل بيت في تلك القرية على حدة يستجديان من الناس تعامن ومأوى أغلقت كل الأبواب في وجههما ولم يسمع كلمة ترحيب واحدة من أي من السكان القرية باستثناء بوسيس وفايليمون فلقد فتح الباب للضيفين ورحب بهم وقدم لهم تعامن متواضعا جدا يعكس حالة الفقر التي كان يعيشانها لاحظ الزوجان أنه كلما فرغ الصحن عاد ليمتلئ من جديد فأدرك أن الضيفين إلهان هنا ركع أمامهما وراح يطلبان المغفرة لأنهما فقيران ولم يكن لديهما سوى هذا الطعام المتواضع ثم ركض فيليمون وراء وزة كان يحتفظ بها لتحرس له الدار ركض وراءها بغية الإمساك بها كي يسبحها واتبخها للضيفين فرقدت الوزة واختبأت خلف الضيفين لم يسمح الضيفان لبوسيس وفيليمون أن يسبح الوزة وطلب منهما أن يسرع معا إلى قمة الجبل دون أن ينظر إلى الوراء لأنهما سيهلكان القرية منها سرقت الأديان الإبراهيمية خرافة سدو معمورة أو ثمود وعاد إزلا فرق فامرأة لوت ولأنها نظرت إلى الوراء صارت عمود من الملح لما وصل القمة نظر إلى القرية فبادت لهما غارقة في طوفان من الماء وشاهد كوخوما المهتري وقد تحول إلى معبد من الذهب ذات عواميد لما وصل إلى ذات عواميد من الفضة طلب من الإلهين أن يسمح لهم بأن يكون حراس ذلك المعبد وعندما تأتي من يدهما أن يموت معا في نفس اليوم تحققت أمنية بوسيس وفيليمون وصار حراس المعبد ثم مات في يوم واحد وتحول إلى شجرتين ملتفين على بعضهم البعض كشاهد أبدي على مصير من يفتح بابه للسائل ويحصن ضيافته من هو ذلك السائل الذي يجب أن نشرع أبوابنا له إنه الكون برمته يأتينا متلبسا بشكل أو بآخر ولذلك لم تكن الأشكال يوما برهانا على الجوهر أكمل الإراية يختبرها دائما ويرسل لنا في كل لحظة جزاء ما فعلته ما فعلناه في اللحظة التي سبقتها الكون يحاب الإنسان الذي لا يقبل أن يكون متسيدا أو مستعبدا فالعوجزان عاش في بيت لا عبد فيه ولا سيد ذلك النمط الحياتي الذي أحلهم ليكون معبرا للخير أو معبرا للخير وليبقيان رمزا له إذن لا نستطيع أن نكون أصدقاء للكون ما دمنا أحد إثنين عبدا أو سيدا فالعبودية كما هي السيادة المطلقة حالتان تعاكسان مجرى الضفق الكوني ولا تسمحان له بالعبور لأن الحقد يتحكم بالعبد والغدرسة تتحكم بالسيد وكلا السفتين تجردين الروح من كونيناتها لم يأتي ليهما إله واحد بل استحب كل منهما صديقه الإله الآخر إنها إشارة على أن التعدد هو قانون كوني ولم تكن نظرية الوحدانية التي بلتنا بها الأديان الإبراهيمية إلا غدرسة وتغيانا في استوريس بوسيس وفيليمون غرقت الكرية كلها لأنها كانت شريانا مسدودا لم يسمح للخير أن يعبرها إلى المحتاجين له وهذا قانون كوني فعندما تشح الأرواح ويتوقف العطاء يزبح شح طريقه حياة بينما في خرافة الأديان الإبراهيمية دمر الله صدوه معمورة فقط لأنهما كانت تحوي مثليين بينما أنقذ لوتا الذي شرب حتى ثمل وحبل ابنتيه أنقذه لأنه كان رجلا صالحا هل هناك تشويه لمفهوم الصلاح وكبح أقبع من هذا القبح أجي إلى الجزء الأخير في هذه المقالة لدكتورة وفاء سلطان بتقول ويبقى السؤال لماذا دمر هذا الإله السادي المدينتين بالكامل تكلم عن الله يهو وتصف بأنه إله سادي لماذا دمر هذا الإله السادي المدينتين بالكامل ثم سمح للفعل بأن يستمر من جديد هل حقك هذا التصرف الهمجي الإرهابي غاية نبيلة ما هي؟ طبعا لم يحقك سوى تجييش الحق والقراهية والعنصرية ضد مجموعة من البشر لم يؤذو يوما أحدا إلا أقل بكثير مما سببه من أزى كل من أتباع هذا الإله في آخر المقالة بتقول ما نراه اليوم من تطرف في ثورات المثليين عبر العالم أنا أعدي الجزء بتاع المثليين ده لأنه ده محتاج حلقة كاملة لأن أنا أرد عليه لكن خليني أخذ الجزء الأخير كيف تريدني أن أؤمن بأديان كانت كد سرقت خرافاتها من أساطير مغلة في البعد لم تسرقها وحسب بل شوهت بعدها الأخلاقي ومغزاها الإنساني ونسبتها الإله سادي بربري لا وجود له إلا في كتبهم هذا ما قالته وكتبته دكتورة وفاء سلطان وأنا من على هذا المنبر عندي كل الحق فأرد على هذا الإدعاء وسأرد عليه بطريقة أكاديمية بطريقة بحث أكاديمي يحترم فيه عقل ومنطق المشاهدين لن أقول أشياء لمجرد أن أنا مقتنع بها زي ما قالت الدكتورة وفاء في مقالها ولم تقدم دليلا واحدا فكل ما كتبته وهي المفروض باحثة ويعني في المجال الأكاديمي المفروض الواحد لما بيكون في المجال الأكاديمي بيكون عنده كل طرق البحث اللي بيها يتحقق من معلومة ينطق به قبل أن ينطق بها أو قبل أن يكتبها لكن الدكتورة وفاء كتبت وقالت وقالت كل ما تريد أن تقوله ضد الكتاب المعدس وضد إله الكتاب المعدس دون أن تقدم دليلا واحدا ودون أن تقوم ببحث علمي يحترم العقل ويحترم المنطق فأنا أظهر في هذه المقالة اللي كتبتها الدكتورة وفاء عدة مغلطات ويمكن لن يسعني الوقت أن أنا أرد على كل هذه المغلطات لكن يكفي للنهاردة أن أنا يمكن أرد على مغلطة أساسية واحدة متعلقة بالعهد القديم قصة صدوم معمورة للمغلطة الأولى تقول أنها مسروقة من فيليمون وبوسيس صدوم معمورة مسروقة من القصة الإغرقية فيليمون وبوسيس دي أول مغلطة ثاني مغلطة أنها تتهم إله الكتاب المقدس بأنه إله همجي وإرهابي وأنه ما فعلوا مع صدوم معمورة هي مجرد غلطة ضد ناس طيبين كانوا مثليين تقول أن تعدد الألهة مبدأ كوني والوحدانية هي ابتلاء وثم تتحدث عن حقوق المثليين طيب أجي إلى المغلطة الأولى إيه هي المغلطة الأولى للدكتورة وفاق سلطان مغلطة الأولى في البوست اللي أريده لحضراتكم هي أنها بتؤكد أكتر من مرة أن قصة صدوم معمورة قصة مسروقة من الأسطورة الإغرقية فيليمون وبوسيس دي أول مغلطة كويس وقالت هذا الإدعاء أكتر من مرة في المقالة بتاعتها قالت في بداية المقالة ماذا لو بقى العالم ملتزما بأساطير الأولين لقد سرقتها الأديان يمكن ده يعني جونرل ستيتمنت كويس لكن اللي يقرأ تحت يعرف أنها بتتكلم على اللي أنا بقوله أنه صدوم معمورة مسروقة لقد سرقتها الأديان ثم شوحتها الأديان هي كتاب مؤدس سرق الأسطورة دي من الإغريق وشوحها كويس دي أول تعبير عن السرقة في المقالة بتاعتها نفس الفكرة قالتها مرة تانية لم يسمح الضيفان لبوسيس وفيليمون أن يسبح الوزة وطلب منهما أن يسرع معهما إلى قمة الجبل دون أن ينظر إلى الوراء لأنهما سيهلكان القرية منها سرقت الأديان الإبراهيمية خرافة سدوم معمورة أو ثمود وعاد إذ لا فرق فالمرأة فامرأة لوت ولأنها نظرة الوراء صارت عمودا من الملح أنا تعبير الأديان الإبراهيمية ده مش يعني مش مقبول عندي كتير لأنه أنا أؤمن بالعهد الأديم وأؤمن بالعهد الجديد فقط فأنا أتكلم عن العهد الأديم والعهد الجديد كويس دول إنها منها سرقت الأديان من خرافة سدوم وعمورة وفي آخر المقالة بتأكد نفس الفكرة مرة تلتا بتأكد نفس سرقة سدوم وعمورة قصة سدوم وعمورة سرقتها أساسا مسروقة من الأسطورة الإغراقية كيف تريدونني أن أؤمن بأديان كانت قد سركت خرافاتها من أساطير موغلة في البعد؟ لم تسرقها وحسب بل شوهت بعدها الأخلاقي ومغزاها الإنساني ونسبتها للإله سادي بربري لا وجود له إلا في كتبهم أنا ما أدرش أدافع عن الله ما أدرش نحن نطلب دفاعه عنه لكن أؤمن أن الإله الحي يستطيع أن يدافع عن نفسه ويمكن تعويزني الوقت أن أنا أشرح هل عدالة الله هو بر الله؟ هو إرهاب؟ أم قداسة؟ وهل إعقاب الخاطي قصوة؟ ولا عدالة؟ وقداسة وبر؟ وهل تنفيذ الحكم حكم الإعدام في مجرم؟ يعني نقولك كده أن القانون اكتفى وأنه الناس اتعلمت ولا مازال الإنسان بيرتكب نفس الخطايا ونفس الأفعال طيب أجي إلى الجزء المهم يا دكتور وفاق أين الدليل على صدق دعائك؟ أنت بتتهم الكتاب المؤدس ثلاث مرات في المقالة بتاعتك اتهمت الكتاب المؤدس بأن قصة صدوه معمورة قصة مسروقة وعلى المدعي أنه يقدم برهينه وقدلته مقالة بتاعتك لا تحتوي على دليل واحد لا دليل تاريخي ولا دليل منطقي كل الدليل اللي عندك هو التشابه ما بين القصتين في بعض الأمور فلا يوجد دليل حضرتك كتبتي واتهمتي وادعيتي أن الكتاب المؤدس خد القصة وشواها دون أن تقدمي دليلا واحدا وأنا بطلبك من على هذا المنبر أن تقدمي لنا دليل على صدق كلامك لأن هذا يؤثر على مصدقيتك حاجة تانية كيف لباحثة أكاديمية أن تقول شيء لا يؤيد العلم ولا الأبحاث الأكاديمية المختصة بدراسات الأدب اليوناني الكلاسيكي خالص حضرتك قلت حاجة 180 درجة مختلفة عن ما يقول العلماء الغير مؤمنين الباحثين سواء في جامعة أكسفورد أو كامبريج وأنا هجب لك لستة طويلة بأسماء هؤلاء طيب عشان أرد على هذا الإدعاء أتكلم في أكتر من نقطة من هو كاتب الأسطورة؟ من هو كاتب أسطورة فايليمون وبوسيس؟ من هو اللي كاتبها؟ ومتى كتبت؟ ومتى كتبت؟ كتبت قبل كتابة سدو معمورة ولا كتبت بعد سدو معمورة؟ لأنه دوان هيقول لنا أيضا مين اللي خد من مين؟ حاجة ثالثة في أي منطقة تمت أحداثها وده مهمة بالنسبة لنا وإحنا بنقدس هذا الجزء تمت فين؟ تمت في اليونان ولا تمت في منطقة معينة في أسيا الصغرى؟ وش معنى هذه المنطقة؟ الحاجة الرابعة وما هي المصادر التي استخدمها الكاتب في كتابة الأسطورة؟ الكاتب الأسطورة استخدم مراجعة وده بحث طويل مجال علمي طويل جدا في المصادر التي استخدمها يعني الكاتب كاتب الأسطورة في كتابته للأسطير أجل النوطة الأولى المؤلف من هو المؤلف؟ مؤلف الأسطورة يا دكتورة وفاء هو بابلوس أوفيدوس نوسع واسمه المختصر بالإنجليش هو أوفيد يعني كل الكتابات الإنجليزية تختصر الاسم اليوناني ده بتاعه إلى أوفيد وهو شاعر روماني عاش في فترة ملك أغسطس قيصر وأغسطس قيصر كان معاصر للشاعر الروماني ده كان معاصر لأغسطس قيصر وولد هذا الشاعر سنة 43 قبل الميلاد ومات سنة 18 ميلادية يعني الجزء الأخير من القرن القبل الميلاد وبداية القرن الأول الميلادي الأسطورة موجودة في أشهر كتبه وهو كتاب الميتا مورفوسيزم مورفوسيزم بما معناها التحولات كتاب التحولات ميتا مورفوسيزم وكتب لنا هذه الأسطورة أهم المراجع يا دكتورة وفاء اللي بتحلل هذه الأسطورة تحليل أكاديمي وعلمي هذكرها قدام حضرتك يمكن ترجع لها تؤكد لكي ما تتأكدي من اللي انت قلت ده صح أو خلط أول كتاب لبروت أتس وهو أفيد أزا أبيك بويت كشعر ستوري يعني ودا نشر هو جامعة كامبريج وكارل جلينسكي أفيد ميتا مورفوسيز ودا نشر هو جامعة أكسفورد وهوليز وبردو النشر هو جامعة أكسفورد وميلفيل ودا كتب عن أوفيد ميتا مورف أو نفس الاختصار يعني وكمان اتش تي رايلي وكتب عن أيضا ده ميتا مورفوسيز وكمان عندك تشيني كتب the origin and the meaning of the story of Saddam كويس وكمان آخر واحد كتب مقالة انتنشرت في جامعة كامبريج كان غريفين فيليمون and بوسيز in أوفيد ميتا مورفوسيز ودي تعتبر مقالات وكتب أكاديمية مختصة في تحليل هذه الأسطورة وانا هاقتبس منها وهجيب أراء هؤلاء العلماء ولن أقول كلمة دون أن أكون موثقها documented مش من عندي من الذي سرق من من؟ هل الكتاب المقدس سرق الأسطورة الإغرقية أم أن الأسطورة الإغرقية أساسا مسروعة من الكتاب المعدس؟ ده سؤال الأساسي ده محورنا النهاردة زي ما قلت لا يوجد عالم واحد متخصص في الكتابات الإغرقية القديمة يقول بأن الكتاب المقدس سرق الأسطورة الإغرقية ولا واحد كل هؤلاء الذين ذكرتهم أمام حضرتك ولا واحد فيهم يستطيع أن يقول أن الكتاب مؤدس سرق الأسطورة بل بالعكس أغلبهم قال أن مصدر هذه الأسطورة هو القصة الكتابية قصة سدو معمورة وقصة زيارة الملايكة الإبراهيم في تكوين 18 يعني الأسطورة دي وغدة من أصححين وغدة من أصحح 18 قصة الملايكة الإبراهيم وغدة من أصحح أيضا 19 قصة الملاكين وزيارتهم للوت في سدو معمورة ودمار سدو معمورة وليس العكس وإذا لأتي للعكس من فضلك وليلي يمكن أنا غلطان الفرق الزمني يا دكتورة وفاء بين أحداث سدو معمورة وما بين القصة الأسطورية الإغرقية أكتر من ألفين سنة أكتر من ألفين سنة ولأني أنا شخصيا أؤمن أن موسى هو كاتب التوراة سواء قبلتي أو رفضتي doesn't matter معايا يعني فبالتالي لو قلت أن موسى كتب التوراة 1400 قبل الميلاد يبقى الفارق الزمني ما بين النص اللي مكتوب النص اللي مكتوب مش الحدث الحدث حدث من ألفين سنة لكن النص تكتب 1400 سنة قبل الميلاد يبقى الفارق الزمني ما بين النص اللي كتب الأسطورة بين أوفيد وكتابته للأسطورة وما بين النص اللي تكتب في الكتاب المؤدس 1400 سنة ولو رفضتي حتى أن موسى هو الكاتب وروحتي مع الفكر الليبرالي أنه سفر التكوين كتب في القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد يبقى أيضا حتى أراء العلماء النقاد الليبراليين المناقضين لأن موسى هو الكاتب لا تتماشى مع لا تتماشى مع ادعائك يبقى القصة تكتبت 700 سنة قبل الميلاد وموجودة دي أول حقيقة يمكن حضرتك مش عارفة الحقيقة دي تعرفيش الفرق الزمن الكبير سواء بين الحدث أو بين الكتابة فقصة سادو معمورة لم تكتب في القرن الأول الميلاد ولا القرن الثاني الميلاد يؤكد من كل من جريفن وهوليز في كتابتهم وأنا حط هنا تحت هوليز أوفيد ميتا مورفسيز وده جامعة أكسفورد وكمان حطت تحت أيضا هنا جريفن وده جامعة كامبريج مقالة بتاعته في جامعة كامبريج الاثنين بيأكدوا إيه أنه من خلال المراجعة الدقيقة لقصة فيليمون وبوسيس يتبين التأثير اليهودي الذي كان في مدينة فريجيان كان هناك في مدينة فريجيان تأثير يهودي وكلم إزاي كان هذا التأثير اليهودي وهذا التأثير اليهودي هو الذي أثر على أوفيد وجعله يخترع هذه القصة على أساس ما ذكره في التوراة وليس العكس دول كتاب علمانيين سيكلور مش بيكتبوا تفسير لسفر التكوين دول بيحللوا الأساطير وإستورة فيليمون وبوسيس منطقة فريجيان أو فريجيا هي منطقة تقع في الناحية الغربية لأسيا الصغرى اللي هي تركية أرب الأنادول وهي المنطقة دي والمنطقة دي جنبها منطقة اسمها ليديا كويس وبسيدية طبعا نقرأ نحن على الحاجات دي كلها في سفر عمال الرسل والأماكن الوباثينية إلى آخر الأماكن دي والأماكن دي كان فيها كثافة يهودية رهيبة وعش كده بوليس لما كان بيروح الأماكن دي كان أول حاجة بيروح أن يدخل المجامع اليهودية يعني كان فيها مجامع يهودية مؤسسة طيب أجي إلى اقتباس آخر رأي لي في كتابه Metamorphosis of Ovid واللي هو نشرته منشور في لندن 1905 بيقول الآتي بيقول أنه المقالة دي بتاعة جريفن بيقول فيها أنه لاحظ H.T. رايلي أن الكتاب المعاصرين يعتقدون كتاب المحللين المعاصرين يعتقدون أن قصة المصير البائس للجيران غير المضايفين لفايليمون وبوسيس بنيت بنيت على حساب الكتاب المقدس المتعلق بدمار مدن الدائرة قصة سدوم معمورة في تكوين 19 من عدد 1 إلى 29 كما ذكر رايلي أيضا أن نظرية استضافة فيليمون وبوسيس ليزيوس وهيرميس موجودة في تاريخ استقبال إبراهيم للملائكة في تكوين 18 يعني هذا الباحث في تحليله لهذه الأسطورة قال أنه هذه الأسطورة مبنية على أصححين مبنية على قصتين من الكتاب المعدس مبنية على أصحح 19 ودمار سدوم معمورة ومبنية على زيارة الملائكة لإبراهيم في تكوين 18 وليس العكس حضرتك على الملأ كتبتي بوست ونشرته على الملأ واتهمت الكتاب المعدس أنه سارئ هذه القصة وزي ما قلت دون أن تقدمي دليلا واحدا بل بالعكس أنت عكس كل العلماء والباحثين بل عكس المنطق والتاريخ وأنا مش عارف إزاي حضرتك يعني وقعت في الغلطة دي مفروض أنه على الأقل أي واحد في المجال العلمي إن ما بيعرفش معلومة بيبقى عنده وسائل البحث اللي تعلمها اللي يدور بيها المعلومة أنا المقالة دي لو كان كتبها أي حد عادي أي حد غير باحث أنا ولا كنت حتى أفكر أنه نرد عليه لأنه أقول أنه ما عندهوش وسائل حتى البحث اللي يقدر يبحث بيها لكن حضرتك معروف إزاي توصلي للمعلومة إزاي تدور عليها إزاي تجيبيها لكن بالرغم من كل ده تركت كل هذا وقلت بس اللي في قلبك دون أن تقدمي دليلا واحدا طيب أجي لسؤال مهم جدا منطقة فرجيان دي اللي احنا شفناها في آسيا الصغرى وجنبها منطقة لديا وإلى أخو هل كانت قصص الكتاب المقدس معروفة عند سكان مدينة فرجيا اليونانية في آسيا الصغرى ده سؤال مهم وهل هذه القصص اللي كانت معروفة لأنها كانت معروفة فبالتالي أي كاتب في القرن الأول يستطيع أنه يرجع للقصص اللي معروفة دي ويستخدمها في كتاباته تاريخيا هذه المنطقة التي تتضمن لسترا وفرجيا والدية تقع تحت حكم السلقيين من سنة 280 قبل الميلاد وحتى سنة 189 قبل الميلاد السلقيين عارفين أنه بعد موت سكندر الأكبر ما كانش يعني حد من أبنائه أخذ العرش بعده فتقسمت المملكة إلى أربع أقسام منها كان السلقيين خدوا سوريا وتركيا والجزء الدوان ومنها البطالي ما أخذوا مصر وحاكموا مصر فالجزء دوان من تركيا كان واقع تحت حكم السلقيين اللي هما منهم أنتيخوس أبي فانس وأنتيخوس الثالث وإلى آخر هذه الأسماء التاريخية اللي بنقرعنا يقول المؤرخ يوسيفوس أن أنتيخوس الثالث حاكم سوريا وهو سلوقي ويس قام بإرسال ألفين أسرى يهودية من بلاد ما بين النهرين وبابل إلى ليدية وفرجية والإسترا عارفين أنه بعد خراب أرشاليم سنة 586 الأحياء اتخذوا إلى بابل وعاشت مجموعة كبيرة جدا من اليهود في بابل ولما أصدر كورش الملك بعد سقوط بابل أمر أنه اللي عايز يرجع من اليهود إلى مدينة أرشاليم وإلى اليهودية يرجع فبدأ الرجوع اليهود بواسطة عزرة وبعدين عندنا نحمية إلى آخره وبدأوا مجموعة كبيرة من اليهود يرجعوا إلى اليهودية لكن في يهود كتير قالوا أنه خلاص إحنا عايشين في بابل بلدنا إحنا مش نرجع لليهودية هنعيش هنا ونكمل هنا عندنا شغلنا أولادنا عايشين وشغالين هنعيش في بابل لما جي أنت ياخذ الثالث كويس سلوقي في سيطرته على مدينة فرجية والإسراء قال لك أنا أحسن حاجة أجيب من اليهود اللي موجودين في بابل وانقلهم إلى أسيا صغرى وديهم حرية الممارسة الدينية وأضمن ولاءهم فبالتالي المنطقة دي ما بقاش فيها تمرد ضدي ده تاريخيا ما بكلم تاريخيا فجاب ألفين أسرة يهودية حجرهم من بابل وسكنهم ده بحسب يوسيفوس وسكنهم فين سكنهم في منطقة فريجيا وليديا والإسترا كويس الألفين أسرة دول العائلات اليهودية اللي جات اللي جات في القرن الثالث قبل الميلاد كلم على القرن الثالث قبل الميلاد هذه العائلات اليهودية التي جاءت إلى أسيا الصغرى وجاءت بعاداتها اليهودية وجاءت بكتبها المقدسة وعملت مجامع في أسيا الصغرى في تركيا وبدأت تمارس شعائرها هذه المجموعة اليهودية كان لها تأثير كبير على كل المجتمع وعرف وقتها الناس عن العهد القديم وعن قصص الكتاب المقدس وعن سدوم وعن عمورة وعن لوت وعن إبراهيم وعن سارة وعن الخروج وعن موسى بسبب وجود هذه الأسر في تلك المنطقة الأكتر من كده ده قلت كانت قصص التوراة ومنها قصة إبراهيم وسارة ولوت ومدينة سدوم وعمورة من القصص المعروفة عندي سكان المنطقة لأكتر من كده ما عرفش حضريتك تعرف المعلومة دي ولا إنه العهد القديم العهد القديم كان موجود قبل سنة 300 كويس وترجمة إلى اللغة اليونانية ودي أول ترجمة للكتاب المقدس من العبرية إلى اللغة اليونانية ترجمة في القرن الثالث قبل الميلاد ترجمة في مدينة الأسكندرية وصارت هذه الترجمة التي يطلق عليها الترجمة السبعينية أو السيبتوجين صارت هي النص اليهودي للكتب اليهودية باللغة اليونانية وبالتالي اليهود اللي كانوا موجودين في مصر واليهود اللي بيكلموا يوناني أيضا في آسيا الصغرى صارت هذه النسخة هي النسخة الرسمية بتاعتهم اللي بيقروا منها ويقتبسوا منها وصار العالم اليوناني المحيط بهم يستطيع أن يعرف عن العهد القديم لأنه موجود بلغتهم باللغة اليونانية ده أنا بتكلم على القرن الثالث قبل الميلاد ما كانتش لسه الأسطورة أسطورة فايليمون وبوسيس اتكتبت كانتش اتكتبت لسه لأنه اللي كتبها مات سنة 18 ميلادية اللي كتبها مات سنة 18 ميلادية أنا بتكلم على سنة 280 قبل الميلاد أسطورة فايليمون وبوسيس كتبت في المنطقة في هذه المنطقة المنطقة اللي هي فيها اليهود عشان كده لما نقرأ القصة نفسها والأسطورة نفسها نعرف أن مدينة فريجيا ومدينة ليدية القصة نفسها الكاتب استخدم المنطقة نفسها بأسمعها اللي فيها يهود اللي عايش فيها اليهود ما تكتبتش في أثينا ولا تكتبت في روما ولا تكتبت في بلاد بعيدة عن منطقة فريجيا وده يوريكو التأثير اليهودي حتى على الكاتب كاتب الأسطورة أوفيد اللي كتب الأسطورة أنه كان متأثر جدا بقصة سدوه معمورة ومتأثر جدا بقصة إبراهيم وسارة نيجي إلى اقتباس آخر وهذا الاقتباس من آلين جريفن بيقول إيه بيقول النغمة الأخلاقية الجادة لفايليمون وبوسيس تعتبر غير مألوفة يعني نغمة عدم وجود عب عبيد نغمة أنه فايليمون وبوس لم يكونوا أسياد نغمة مكافأة البار إلى آخر الأمور دي هذه النغمة الأخلاقية هذه المبادئ الأخلاقية غير مألوفة في العالم اليوناني غير مألوفة حضرتك بتقولي ده احنا اقتباسناها وشوحنا المبادئ الأخلاقية اللي فيها ده الكاتب ده بيقولك أنه المبادئ الأخلاقية اللي تكتبت في الأسطورة دي أساسا لم تكن مألوفة في العالم اليوناني طيب مالجاب هم نين وهي ربما تعكس شوفوا بقى هو بيقولي وهي ربما تعكس خلفية العهد القديم في قصص إبراهيم وسارة ولوت وسدوم حيث أنها تظهر يهوى وهو يؤكد عهده وعلاقته مع البار أن الرب يبارك البار هتقولي هو لوت كان بار الكتاب في العهد الجديد وصف لوت أنه بار لكن للأسف هو اختار وكانت اختياراته اختياراته خاطئة إسكان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم بين سدوم يعزب يوما فيوما نفسه البار واختار قرار غلط اختار قرار غلط وبعدين حضريتك تقولي بتتهميه أنه هو شرب للدرجة أنه سكر وبعدين نام مع بناته ساديين القصة كلها ملهاش علاقة بالجنس ده بناته هم اللي قالوا أنه نحن دلوقتي مش هيبقى لنا ناس ل الكتاب مؤذس ما بيقيتش اللي عملوه الكتاب مؤذس لما بيذكر حاجة غلط ده مش معناه إنه موافق عليها الكتاب مؤدس لما بيذكر حاجة غلط ده مش معناه إنه هو بيقولك أوكي اعملي زيها الكتاب المؤدس لما بيذكرها بيذكرها من ناحية إنها حصلت فعلا هل Alexander كان موافق إنه لوت يذكر ومدينة سدوم عمورة لأ طب ليه ذكرها ذكرها لأنه كتاب مؤدس صادق فيما حدث يذكر ما حدث بالزبط سواء غلط أو صح فمن أين أتى أوفيد بهذا السمو الأخلاقي في الأسطورة بتاعته أتى بهذا السمو الأخلاقي من تأثره بقصة سادوم وعمورة وقصة إبراهيم وصارة وكيف أن الله يبارك البار ويكافئ البار ويهلك الشرير زي ما المدينة كلها أغرقت في القصة الأسطورية وعلى فكرة كلمة أغرقت هي إنعكاس أيضا لما ذكر في سفر التكوين أصحاح 19 عندما يقول الكتاب وأنه أمطر الله عليهم نارا وكبريت فكلمة ترين متأثر بيها الكاتب ده إذا أردنا أن نحلل كل حاجة في الأسطورة بتحليل علمي عش كده يا دكتورة وفاء أنا لم أتقابل مع حضرتك من قبل ولم يعني أتعرف عليك شخصيا والذي أقوله هنا هو أقوله ليس يعني هجوم شخصي على حضرتك أنا ما فيش بيني وبينك حاجة إلا المحبة لكن أنا من حق أن أنا أرد حضرتك اتهمت الكتاب المؤدس واتهمت أنه الكتاب المؤدس سرق القصة من الأسطير الإغرقية وأنا بقول لحضرتك أن أنت غلطانة كلامك غلط كلامك ليس له أي أساس من الصحة كلامك لا يتماشى حتى مع النقاد والأكاديميين اللي حللوا الأسطير دي وقدموا لنا عنها دراسات نشرت في جامعة أكسفورد جامعة كامبريج في لندن في جامعات كثيرة كلام لحضرتك قلتيه كلام غير صحيح وأنا يعني ألوم حضرتك أن أنت اندركتي إلى هذا أو أن أنت أخذت هذا الاتجاه لأنه ده بيفقد حضرتك المصداقية أنا النهاردة لما أقرأ حاجة ليكي بتقولي فيها هذا الكلام والكلام ده مش صح اللي اجد مني اللي انت هتقوليه بعد كده هيكون صح أنا عارف أنه كثير من المتابعين لا بيقروا ولا بيراجعوا وراء اللي بيقروا بس مش كل واحد في ناس كتيرة بتدقق في ناس كتيرة بتبحث في ناس كتيرة بتقدر تقولي أنه المعلومة دي صح المعلومة دي غلط في ناس كتيرة بتقدر تستخدم عقلها وتشوف المنطق وأول حاجة ممكن تيجي لأي قارئ مسيحي بيعرف كتاب ده سيقولك يا دكتورة وفاء ده قصة صدوم معمورة موجودة بألاف السنين قبل الأسطورة دي فحضرتك يعني أنا مش أقولي أن أنت يعني أسأتي في اتهامك لكتابة دي صحيحي لكن أقولي أنه حضرتك غلطتي في المعلومة لقدمتيها طبعاً مبني على كده إساءة مباشرة أنت بتوجهي سهام للكتاب لرب الكتاب للمسيح للإيمان المسيحي كل ده حتى اتهاماتك للمسيح حتى تريقتك على رب المجد يسوع المسيح أنا أقول من على هذا المنبر أنه هو حي يستطيع أن يرد عليك أحنا مش نرد عليك ولن نندرج إلى إلى منحدر غير علمي غير أكاديمي ليس فيه احترام وتقدير الآخر أنا بحترم فكرك وعش كده أنا برد على فكرك بفكر وببرهن من خلال اللي بقدمه بالدليل والبرهان مش بقول أي حاجة ولكن الحق طبعاً أنك ترد علينا لك الحق أن أنت تقولي لا أنا الكلام اللي أنا سمعته ده كلام غلط أنا عندي البرهين والأدلة اللي بتقول واحدين ثلاثة أربعة أقولك كويس يبقى أنت ده فكر قصة فكر وأتمنى أنه ده يحصل يبقى فكر قصة فكر بعيد عن الشخصانة وبعيد عن إلقاء الاتهامات وبعيد عن الكلام بصورة عامة كويس طيب إيه اللي أنا عايز أقوله في الآخر أنه أولاً اللي قالته الدكتور وفاء بأن الكتار المقدس سرق قصة فيليمون وبوسيس وغيرها هو الدعاء غير صحيح أقل ما يوصف به هو إنه غير صحيح نهائي لا يمت للصحة بأي صلاة حاجة تانية ما قالته أيضاً دكتور وفاء يخلو من المصداقية العلمية ولا يؤيده أي باحث متخصص في دراسات الأساطير الأغريقية الكلاسيكية القديمة خالص لا في جامعات لا في جامعات إنجلترا ولا في جامعات أمريكا وأنا مش عارف هي جبتهم منين القصة الكتابية يا دكتور وفاء هي الأساس هي الأساس وهي الأقدم بألاف السنين من حيث الحدث ومن حيث الكتابة اقتناعها الشخصي 1400 سنة ولو مشيت مع أقصى يعني احتمال عند المدارس الليبرالية النقاد للكتابة المؤدس قرن السابعة قبل الميلاد في إما إنه القصة دي مكتوبة قصة إبراهيم وصارة وقصة سادون معمورة مكتوبة ب 1400 سنة قبل قصة أوفيد وأستورتو أو مكتوبة قبل قصة أوفيد وأستورتو ب700 سنة ده أقل الإيمان وإنه هذه هذه القصة وهذا المحتوى لسفر التكوين وللتوراة وللعهد الأديم كان موجود باللغة اليونانية وكان موجود عند اليهود الذين كانوا في فريجيا وليدية ولسترا في أسيا السغرى وكانت هذه القصص معروفة حتى عند الأشخاص اليونانيين اللي بيعرفوا يقروا أي نص مكتوب باللغة اليونانية لأنه العهد الأديم كان مترجم وموجود باليوناني في القرن الثالث قبل الميلاد الصح هو أن الأسطورة الإغرقية رأيت في قصة إبراهيم وصارة وقصة هلاك سدوم معمورة مبادئ أخلاقية غير موجودة في العالم اليوناني فاقتبست الإطار العام بل اقتبست الفكرة نفسها وقدمتها بصيغة وبأسلوب يوناني للقارئ اليوناني اللي موجود فيه أسيا السغرى بمعنى أن قصة بمعنى أن قصة أو أسطورة فيليمون وبوسيس مسروعة أو أقولها تاني مسروعة من الكتال المعدس وأكتر من كده هي كاتبها متأثر جدا بالكتال المعدس فحتى الأحداث بتفاصيلها مسكورة مع اختلاف أسماء المدن وأسماء الأشخاص إلى آخر وبعض الأحداث يبقى مين اللي سرق من مين من اللي سرق من مين كتال المعدس لم يسرق كتال المعدس قصص اللي فيه قصص حقيقية تاريخية تمت في مكان وفي زمان وأي حد ممكن يقرأ الكتال المعدس ويعرف بنفسه عشان كده أنا مستغرب من هذا الاتحام وأتمنى أتمنى من حضرتك أنه لما تكتبي حاجة عن الكتال المعدس تأكدي منها قبل أن تكتبيها تأكدي من المعلومة اللي هتقوليها تأكدي من الاتحام اللي هتوجهيه لكتال المعدس تأكدي من مصداقيته تأكدي من هل هذا الاتحام اللي هقوله على الكتال المعدس يتماشى مع العلم والبحث والأكديمية ولا لا بيس لأن اللي قلتي زي ما قلت لحضرتك بيسقط مصداقيتك فيما يتعلق بكتال المعدس أنا مش دعب الأشياء التانية فيما يتعلق بكتال المعدس اللي انت قلتي يسقط المصداقية بتاعتك ويخليني أنا ككاري كويس أقرأ مثلا اللي انت كتبتي أقول لا 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 هي بتعرفش حاجة عن كتال المعدس هي بتعرفش حاجة لا تعرف حاجة عن تاريخه ولا تعرف حاجة عن نشأته ولا تعرف عن عن القصص اللي فيه ولا تعرف حاجة عن زمانه ويمتد كتب وعن الأشياء دي كلها ارفض المسيح ده قرارك شخصي ارفض الإيمان المسيحي بس لما تذكري حاجة ضد الإيمان المسيحي اذكريها بمصداقية وبأكاديمية وصلي ان الرب يبارك حياتك وانه يفتح الرب قلبك وزهنك لمعرفة يسوع المسيح وإلى ان نلتقي في حلقة جديدة